32 مليون شريحة تعريفية ذكية تم إدراجها في إطارات المركبات منذ إطلاق الخدمة في العام 2015 وذلك ضمن المواصفات القياسية الإلزامية التي تطبقها وزارة الصناعة والتكنولوجي المتقدمة على الموردين من مختلف دول العالم بهدف التحقق من سلامة الإطارات ومنع التلاعب بها وصولا إلى التقليل من حوادث الطرق التي تحدث بسبب استخدام إطارات رديئة طبعا بطاقة البيان الموجودة على الإطارات تبين بعض البيانات المهمة للمستهلك منها الاسم التجاري بلد المنشأ مواصفات حجم الإطار رمز تحمل السرعة ورمز تحميل الوزن على كل إطار تصنيف الحرارة السحب وتآكل المداس طبعا من بداية تطبيق بطاقة الشريحة الإلكترونية بموجات ترددات الراديو بلغت عدد البطاقات التي أصدرناها للإطارات حوالي 32 مليون من بداية التطبيق حتى عامنا الحالي طبعا هذا الرقم إذا دل يدل على التزام الموردين والمصنعين في دولة الإمارات بالمواصفات القياسية المعتمدة في الدولة والاشتراطات والتشريعات كذلك بالإضافة إلى أن يدل أن جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مع الجهات الرقابية المختصة سواء سلطات جمهورية أو مفتشين موجودين في أسواق الدولة حققت النتائج المرجوة من هذا المشروع على منتجات الإطارات بحيث أن نحن نضمن سلامة المستهلك في أسواق الدولة ونحن من خلال هذا اللقاء ندعو المستهلكين أنهم يتحققون من البطاقات خلال عملية شراءهم للإطارات في أسواق الدولة